الفكرة كما هنا في الجزائر هم لا بلهم كلش لا بلهمش بالحلل والحارم وعلى هدي احنا على كل حال درنا الشروط وفي الدفتر الشروط انتعناها كاين على كل حال احترام انتع الشريعة الاسلامية درناها باش هكذاك الناس يكونوا مقنعين في الطبسي تاحهم على بلهم اليوم يكلوا حلال وفي عند ذلك عامين درنا طلبة للحكومة الجزائرية والحمد لله كما قلت الامس نضينا هاد العقد مع السلطات الجزائرية باش نكون احنا المؤسسات تكون الوحيدة لتطبع اللوغو انتحها وعلى كل حال انا قبل كل شي نسكر نسكر السلطات لعادة الثيقة لبالي انا بالمسؤولية اللي عندنا ورانا نخذو دوك الوسائل باش نكونوا على المستوى تعد الثيقة عندنا كما قلت لك تجربة احنا اليوم عندنا زبائن كان بعض المؤسسات اللي عندهم البضائع اللي روحوا للكويت اللي روحوا للعمان يجوزوا على مسجد باريس باش احنا نروحوا نرقبوا هل اللحم والجاج ولا اي بضائع اللي لازم يكونوا عندهم لبال حلال احنا عندنا الناس اللي وخاصة عندنا الايمة الايمة المنتدبين اللي جاونا من الجزائر هما اللي روحوا في الزباطوار يروحوا يراقبوا باش يلاحدوا ولا الدبح رو على الاساس الشريع الاسلامية يعني يحديدوا لهم مهمة هاد المهمة نعم وبدنا طلبنا من الايمة وعنا عندنا على كل حال مئة وعشرين ايمة منتدبين ويكفو سيد نعم يكفو مئة وعشرين في فرنسا بيسير يا الاخر ونبعتوا غدوة في اوروبا رانا اليوم نضمنا مسجد باريس الكبير في البلدان تاع اوروبا رانا عندنا في انجليتيرا في اسبانيا في ايطاليا في بلجيكيا عندنا اليوم عندنا ناس اليوم يشغلوا في هاد الميدان وان شاء الله دوك كي نبداول المهمة نتعنا نضموا روحنا بش نكونوا كي ما قلت لك نتحملوا هاد المسئولية على بلنا بالمسئولية كي ما قلت انت الجزائريين اليوم مرانا مباشرة مع الجزائريين عارف غدوة من غدوة ان شاء الله قال ديركت يا مسجد باريس على بالي بالمسئولية وكل موظفت على المؤسسات على مسجد باريس ما على بالهم وراهم اليوم عندهم شرف كبير بش يخدموا للجزائر ونقول لك حاجة اخرى الجالية الجزائرية اللي في فرنسا هي اللي هاتاني شرف كبير علش اليوم للرمز اللي نحبو نقدموا لهات الجالية هاد الحكومة الجزائرية كي خدات هاد القرار لي تطاطي هاد المهمة لمسجد باريس تطاطت هالجالية نعلا بنا بليساعد باجي تتبون ملي بداء درك الموندات رو يحدد للجالية يعطي لها هنا يعطي لها الاهمة انتحارة شفنا في رمضان الماضي طلب مني باش نديروا افطار الشبان الجزائريين دار نرى تنسميسيون ان ديريك الكانال الجيري دار الخطبة تاع الجمعة كين هاد العلاقة هدي هو باش يبين بالجالية الجزائرية اللي في فرنسا جالية وطنية جزائرية ما كاش اليوم فرق بين جزائري عايش في الجزائر ولا عايش في فرنسا رمزين هدي هي هنقول السبب الأول والسبب الثاني كما قلنا مسجد باريس الكبير عنده تجربة وانا نعرف بلي اليوم هاد المسئولية اللي عندنا نكونوا في السورة وان شاء الله ان شاء الله الجزائريين كيكونوا يشوفوا اللوغو تعمل باريس على بل هم بلي رم يكلوا حلال